ضروري بان انا باش نقوي و الضفار ديالنا يعني كنستعمل واحد الماسك اللي سهل جدا اللي هو عبارة على زيد زيتون زائد آآ هذا عاصر حامض يعني معلقة دي العاصر الحامض مع معلقة اولج معلقة دي زيت الزيتون وكبقوا هندهنوا بهم الضفار ديالنا كل مرة يعني جوجت المرة تتلاتة في اليوم هادي يعني خستكوا انها انقيتوا اليومي كي قوي ضفار كي صحح لنا اللون ديال ضفار ما كيخليش كيتهرس يعني مزيان انقدرو انضيفو لي واحد دريس ديالتوما نحكو الى كانت الرائحة ما كتدرانجي ناش يعني هاد الخلطة كمسا زيد زيتون زائد عاصر حامض زائد واحد دريس ديالتوما كنحكو الناس اللي كيعاني ومن الفطريات يعني كنستعملو اليوم كيستعملو البودرة ديالتوم زائد واحد نقطات من زيت شجر الشاي وكنخلطوه تهوى مع زيت جوز الهند اولى زيت الزيتون وكنخلطوهم باش نديروهم في الاضافر ديالنا يعني هادو كيقويولينا وكيمنعو لنا كيدرولينا للمعالجة ولا لوقاية من الفطريات اللي كتجينا في الاضافر ديالنا بالنسبة للبشرات ليدين يعني مني كنديرو هاد الماسكات ضروري اننا خصنا نديرو ماسكات اخرى اللي كتكون ليدين ديالنا الناس اللي كيعانيوا مثلا من البقاع الداكينة في اليدين اللي نقدرون استعملو الماسك ديال بيضاء زائد مع العاقة ديال العسل زائد شوية ديال عسر الحامد كنخلطوهم وكندهنو بهم يدينا دونك وكنخلي واحد لمدة ديال عشرات لخمسة دقيقة من بعد كنغسلوها بمدافي مني كنغسلوها بمدافي هنا كيجي ترطيب دونك الترطيب راي عبارة على زيت جوز الهند زبدة الشيا زيت جني القمح مهم انه نخصنا ندهنو ايدينا بزيوت مغدية ومرطيبة البشرة في نفس الوقت